اشتركوا في القناة هو بغى يدخل عنده فرص نجاح اولا عنده فرص نجاح لانه كين مياه خصوصا مياه البحر موجودة الحمد لله جينف وحل بلسا ممكن نستفدم الطاقات المتجددة اللي بده مش حيال هذي للطاقة الريحية والطاقة الشمسية واللي موجود عندنا على مدار السنة ماشي بحل الدول الاوروبية عندنا سواحل عندنا مواني اذا ممكن نتجو هذا الطاقة هذي باسعار تنافسية عكس الدول الاوروبية او الدول الاخرى اذا الدول العربية عنده فرصة خصوصا الدول شمال افريقيا والدول في الخليج ولكن احنا ده باتنا هدلوه على المغرب اللي عنده حل فرصة تامينة ممكن يستغلها وراه بدا في هذي المسائل هذي اذا كيمتنا نقول افر اراضي دار قوانين بدلهم باش يعني المستثمرين غدين رجعو لهالتقنية ده باش حموحتي ودكي فاش هذي الهيدروجين الهيدروجين راماشي را قديم كنات نسمعو واحد اسمي تيما تيقوك واحد سيد را صايب موتور تيخدم بالماء ورا دو را غبرو الاخرى وخذكش ما كيش مغبرو التواحد الاخرى اذا دلقات يرا ماشي دابة را كانت قديمة را في اواخر ستينات كان طلعو بها القمار الصناعية القمار الاخ اذا واحدة قاكبرة ولكن دك الساعة ما كيش لي تفكر يبدل بالهيدروجين لانه تكلفة اغالية وكين البترول وكين الغاز الطبيعي بكثرة ما كانش المشاكل وكن مع المشاكل دابة اللي بدات خصوصين ديال الكواري الطبيعي اللي بدات بفعل يعني التغيير المناخي بفعل الانبيعاتات ديال الكاربون بفعل مثلا خوصا اوروبا هتمت دباب الهيدروجين لانه خصوصا في حرب اوكرانيا بدات اقتعاد عليهم القاز وإلى آخرين بدو تفكروا في بدائل اذا هنا المغرب يستبق ذي الديال اللي كانت تهضروا عليه ديال البترول ولا الغاز يعني المواد البترولية وهو الطاقات المتجددة فكان واحد الوقت تهضروا على الطاقة الشمسية أو للطاقة الريحية ولكن نسبة دواج ديالساعة ممكن نستغنوغا على البترول بسيفانها ممكنش لانه خصوصا دوك الصناعات التقيلة ديال الفولات ديال الصرب ديال شحن ديال السفون ديال الطائرات والآخرين صعيب هاد الطاقات المتجددة تلبي هاد هاد الطالب هاد اذا ديال الساعة قاعدة ضربت واحد نسبة ما يمكنش لها تعمل كورشيدا غايبقى البترول عنده سميته ولكن من بعد انه بدأت هاد الهيدروجين هاد كطاقة بديلة ممكن يعوض هاد هاد الطاقات هاد المتجددة ويعوض البترول كيفاش هو غايبط طاقة المتجددة غايبقى يحتاجوها في إنتاج هاد الهيدروجين كيفاش غايبط تنتج هاد الهيدروجين انظرنا في الحلقة السابقة أو لا في الفيديو الأخير على الطريقة الطريقة هو بكل بساطة باش نبسطها هي فصل الهيدروجين وعلى الأكسجين حيث هنا الهيدروجين اللي عندنا في الطبيعة على شكل من داخل مع الأكسجين عبارة عن ما إذن اشنا هو الطريقة اللي كيددال هو فصل هادك الجزئات باش يبقى الهيدروجين بوحده كين طرق عديدة باستعمال الغاز الطبيعي كين جو ولكن كين بيعاتات كانوا هادك تسميه الهيدروجين الرمادي الأزرق هادك التانيوكسيد الكربوني التجمو ممكن خزنه تسمى الأزرق يعني غير حسب الطريقة وكين دابحت الورضي إذن بزرد الألوان كين على حسب طريقة ديال الطريقة اللي كيستعمل باش يجزو هالجزئ هذي ولا يقسمها ولا يفصل الهيدروجين على الأكسجين الورضي بتستعمله الطاقة النووية إذن نحن اللي تهمنا هو الهيدروجين الأخضر لماذا لأنه نقي ما فيش تش نبيعاتات ما فيش تش مشاكل ولكن تكلفة غالية كما قلنا أولا استعمال ديالو عنده ثلاثة الاستعمالات يعني الاستعمالات تابتة وهو يعني في المصانيع ديال كما قلنا ديال الفولات ديال الصلب ديال أي حاجة أولا في المحطات تنتاج الكهرباء المحطات اللي كانت حرارية اللي كانت تنتاج الكهرباء ممكن ده تستعمل الهيدروجين أولا المتنقلة وهو سفن طائرات سيارات كما قلنا بحرشت السيارة المغربية ديال السنجاح اللي استقبلوا صاحب الجلال اللي وراه السيارة ديال اللي تتحضم بالهيدروجين إلى آخيره والانبعات هو غير الماء يعني بخار الماء مكين تأكس الكربون الفيدي الثالثة هو أنه حيث كما معروف هذ الطاقات المتجددة اللي كان متدبدي بالإنتاج ديال مثلا شمش ماشي ديما كينا الريح ماشي ديما كينا وكانوا تستعملوا التخزين هو البطاريات دالي توم إلى آخره ولكن دابا ممكن نحول هذ الطاقة الزيدة والفائضة نحول هذ الطاقة الهيدروجين الهيدروجين كطاقة إذن تبقى عندنا وهي ممكن تخزين وسهل تخزين وكتضرب واحد لمدة في التخزين إذن هنا كانوا عندنا طاقة عنده ثلاثة الأدوار نستعملوه وفقنا الأهدف التابيطة الأهدف المتحركة أو تخزين الطاقة لشيطالينا وبالزاف دنجالات يستعمل مثلا تكرير البترول الميتانول التي تستعمل في صناعات البلاستيكية الوصيب في المغرب بدأت يستعمل وستثمر فيه بشي ينتج الأمونية التي تتصيب الأسمية وليس لا يوجد الإنبيعات لا يوجد الكربون أوروبا أو لا تقدر تعتمد لك معايير بالزرد المواد التي لا يكون فيها الإنبيعات لتشرها ودرت ضرائب تقيل على الحويج التي تلويت الجو إذن البديل وكما قلنا قبل الاقتطاعات والحروب التي خايفين منها خاصة الدول التي فيهم الغاز إذن ما تبقى هو البديل الوحيد هو هذا وإنسان هو الإنقاذ وعجبني المغرب صراحة لابد دير شابو أربط بين هذه المشاريع عادة وتلقهم مع القاعدة الوطنية الصحراء إذن والدول الأوروبية التي تريد تستطمر في هذه المسائلة أراضي كينا شمش كينا إذن أجيو تستطمر ولكن بشرط أجيو أعطرف ودير القنصلية وخدمة المشاريع لا يمكن أن يقول أنه هذا نوع الدكاء استغلال الفرص وفي نفس الوقت متداخل أهداف متداخلة وراكشت التحول لفرنسا في مجلس الأمر كيف أنا مغرب تير بحب كانت بعض المشائكين المشكل كان واحد الوقت أنه هذا الهيدروجين الأخضر يتنتج غير في المياه العدبة وكانت تدير تحليت المياه لابد دم تحليت المياه لكي يستعمل المياه العدبة هذا غيرت تقنيات جديدة خصوصا في الصين أنه بدأت تدير تحليت المياه البحر مباشرة وهنا كانت تطرح واحد المشكل خصوصا التفاعل مع الملح كان يعني أيونات ديال الكلوريد كانت يعطي غاز الكلور وهذا غاز الكلور كانت كل أقطاب التي تدار بهم ضوء الكهرباء ديالك المحللات الكهربائية ولكن لقاوا الحلول يعني أغشية أغشية مطاطية والأغشية التي فيهم الأيونات السالبة هنا باش ما يكون شذك آكل يعني القاوا الحل هنا بدأت تحليات المياه من البحر مباشرة وهذا المياه ذالبح موجودة وبكاترة هي الاكتراف الطبيعة المغرب عندما كان متميز في هذا المجال هذا ويعني بالاستثمارات المرتقبة والناس اللي بدأوا الاهتمام وحجم الاهتمام لا في القوانين ولا في المنصة اللي وجد الملاتفورم اللي وجد يعني المغرب وحتى بدأت تقود أبحاث عالمية ديال أمونية الخضراء بمساهمة ديال بزاف ديال الدول هنا في المغرب يعني بدأ والتي تبدأ بوحل حاجة كان دبا ميصر كان السعودية الإمارات ولكن المغرب حتى هو من بين الدول اللي عنده فرص اللي غادي يستغلهم إن شاء الله نعم كأي تقنية جديدة في اللول غا تكون غالية ركشتو الطاقات المجددة كان واحد الوقت ماشي بالإمكان الجميع ولكن معامل الوقت كده اكتشافات كده اقتراعات كده تقنية جديدة كترخص ينتم غريب هكو غا يقع في التقنية هذه وتقدر تكون هي البديل لأنه هي حاجة نقية وحاجة موجودة في الطبيعة ما غا تسالش يعني لمشة تكلفة ديال الطاقات الباديلة بدأت تنقص تكلفة ديالهم غادي تنتج هات الطاقات ديال الهيدروجين بح تكلفة صغيرة يقول لي احسن من البيترول وحسن من القاس الطبيعي وحاجة مستدمة وحاجة نقية ما عرفناش مشاكل اخرين نحن ماشي اختتصين ولكن ان شاء الله نتمنى المغريبي يلقى بلاستو فهد هدي هو اللي بغينا الوطن يلقى بلاستو في العالم لأنه ما عدناش البيترول ما عدناش القاز يعني ولكن ربي ما تسدوح الباب تتيح البيبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته